اشتركوا في القناة اللي هي اللوبيا اللوبيا وما اللي يعرفوها واحد طابق شعبي معروف عنده بزاف العشاق دياله اليوم غادي نوريكم طريقة ديالي انا وصفي عندي اللوبيا هنا دلقرعة جوج قراءة دل اللوبيا اللي حيت منهم لما ديالهم وغسلتها وقطرتها على هاتشكل هنحتاج معها واحد اربعة دماطيشات عندي هنا ايه اربعة دماطيشات مقطعين بزريعة ديالهم وشوية القصبر اللي هو المهم ضروري من القصبر اللي بغينا ندلوا الوصفة وشوية ديال التومة هنا يا عندي اربعة دريصة ديال التومة بالضبط شوية البزار شوية الخرقون بلدي وشوية الملوين والملحة بطبيعة لحال نمرو على بركتي الله واحد طنجرة عندير شوية زيت المائدة هي اللولة وغنطيح في هذي كماطيشة والتويمة والملحة هما اللي ولين يطيبوا عاد نكمل عليها على هاتشكل فالطبق دلوبيا واحد طبق اللي معروف وكان بزاب للناس اللي كيعجبهم وكان رفقهم مع شوية الحوت مقلي ولا شوية صوسيس ولا كفتة ونقدر نقدمه بوحده مزيانتها هي كتجيب بوحده تلديدة والله يخلف على هاتشكل هذة عندي المليحة والتومة وماطيشة وقلتما واحد شوية تزيت المائدة شي معلقة كبيرة هكذاك وتخليها تشحر مزيان بعد مطيب ماطيشة مزيان عادك نزيت لها ديك اللوبيا اللي يمكن لكم تبدلوها بطبيعة الحال باللوبيا يبسا غير اللوبيا يبسا رك عارفة خصك تبيتيها فزقا وتسلقيها وتحيدي لها الماء عادك ترجع في حال هكا فهذه مسهلة علينا هاد المراحل وكتجي رطبة ما كتتعطلش طياب واحتى الخورة كنديلها نفس الطريقة هيك نسلقها ونحيد لها الماء ونبيتها فازقا للاقبل هنا زي التوابيل البزار والخرقوم ومولوين واحد شوية القصبر وغنخلي النص لاخور حتى اللخر باش اعطيها فيها الريحة فالقصبر ضروري فهذه الوصفة هو اللي كي يجيب لنا هاد اللوبيا الديدة فالاخر مني غطيه غنزيد له واحد شوية ونغطي عليها غير جع فيه السهد وصافي باش كيبقى عاطي الماء دا قطيها القصبر هنا خسني نمرق بالماء غندر واحد جوش كيسان لما كارن يكون سخون باش كنمرقوا بحال ديما المسخون ومعجن وغنصد عليها الطيب عندي هنايا ربع ساعة غتكون وجدة حيث اللوبيا هادي كتجي طايبة كندخل عليها الطيب ضغية الى كانت اللوبيا الاخرى غادي تحتاج لك نص ساعة دي الطيب وكنحسبوه بحال ديما منيكة صفر الكوكوت كننقصوه العافية وعادة تحسبوه الوقت يا الطيب هنايا غنصد عليها ونجهد البوطة ونخليها حتى تصفر عادة نطيح للعافية مرة مهيلة وتخليها الطيب 15 دقيقة ديالها كتكون وجدة على هاتشكل هنا غنشارك معاكم واحد العاصر اللي كيعجبني ديال فريز نفريزها بوحديتها كاندي رغي مع الماء والسكر واحد شوية ديال فاني كتجيل ديدة وغزالة فانا كنفضلها بها الطريقة الليمون ولا التشين كنعصره بوحديتها فهو كيجي بوحديتها وغزال بها طريقة كتجيل نكهادية لها زوينة ها الطريقة عادية كتجي بيخلاط كهربائي وطريقة معروفة فريز والسكر وغنزيد عليه الماء ونطحنه ونضي روف تلاج يبرد كيجي واحد المشرب الليمون عيش والديد والريحات الفريزة كتكون طاغية كتشربين الفريزة يعني كتحسي بيها رها فريز مشي مخلط وحتى هذه المعلقة دي الفاني را ما كتبانش نهائيا هيك نسمو بها ويمكن لك تستغني عليها ماشي ضروري على هاتشكل هندير واحد المعلقة ما عمراش واحد شوية الليمون سيك خباني اللي هنزيدو لهذا العاصر وغنطحنوه نديرو في تلاجة بخصوه يبرد شوية هنا يا اللوغيا بعد مما طابت هدا هو الوجه ديالها واحد طابق اللي كيجي لديد ومعروف رافقتوه شوية لكفتا ونتمنى يعجبكم هاد طابق وتجربوه بالطريقة ديالي هدا هو العاصر تا هو كيجي زوين وفيه طاغية في غير نسمة الفريزة والديد وهاد شي اللي درنا اليوم هدا هو الطابق اليوم نتمنى يعجبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة